نحن هذه ما نعتقد الظل ما نعتقد الظلام ما نعتقد الظلام بهكذا تلقائيا عبر هذا المواطن عن العزلة المضروبة على منطقته بوادي خروف ببلدية مادنى بيتيارت والتي تبقى منذ الاستقلال تعيش في الظلام حيث لم ترى نور التنمية إلى غاية اليوم خاصة حرمان أهلها من الكهرباء رغم عبوره لأراضيهم دوارها 172 مازال ملحقنا الضوء ملحقنا طريق هذا اللي نهضرها لك هذه الكلمة اللي عديها مازال بزوء يقرأوا على الشمعة بس بها يحفظ الشمعة ما ينزيبش يحفظ على الهوية ونحن نهرب بعض دوار أنا عندي فوراج هارهوين لأمود الكهرباء في تقلية بمئة متر وليح نطلبه من ربي ملوالي يجي زورنا في المنطقة هذه فحتى الجفاف المستمر لغاية اليوم زاد من معاناة فلاحيها حيث أصبحت مادة المازوت تثقل كاهلهم لتوفير السقي بالرش المحوري وذلك لغياب الطاقة الكهربائية مادة المازوت عدنا كل سمانة هنا ننزقوا في الفلاحة هذوليين عدنا كل سمانة زوج منين ونص يعني عشر منين عدنا في الشهر نخسلوها مازوت رجل الفلاحة كون عدنا إمكانيات عدنا الضو نجيبونا الضو ننجو كل أنواع الحب وكل أنواع الخضر هذه المنطقة معروفة بإنتاجها النباتي والحيواني غير أن مثل هذه النشاطات تبقى مهددة بهجرة أهلها أماما عدام شروط تثبيت وتشجيع سكان هذه المناطق الريفية ترجمة نانسي قنقر